القوة تظهر على حقيقتها في وقت الشدة يعني في وقت الشدة يعني إنسان تلاقي هادي وطيب لكن لما يدخل في تجربة أو في مشكلة أو في ألام أو في ضيقة الهدودة يروح ويظهر على حقيقته لأن الشدائد بتظهر حقيقة الإنسان محبته كراهيته لحتى فيه بتشعري لك جزى الله الشدائد كل خير عرفته فيها عدوي من حبيبي لأن في وقت الشدة الواحد ما بيقدرش يزبط نفسه لكن تعالوا إيه هي شدة قوة يسوع شدة قوة يسوع المسامير ادقت في إيديه وفي رجليه والشوق في رأسه بينقح والجلدات في ظهره بتقلم ومرفوع على خشبة الصليب يعني المفروض يطلع عن طوره وحتى على الأقل يوجه لهم كلمات وحشة ولكن شدة قوته يا أبتاه اخفر ليهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يعني مش بيقولوا سمحهم وبس لا دول ما يعرفوش بيلتمث لهم العزر شدة قوة هي حبه يبقى إذن إحنا نتقوى في الرب نتقوى في الرب لما نظهر للناس سورة يسوع في حياتنا كتير أقول الكلمة دي أقول الناس بره لا هتقرأ أثاسوس ولا كرونسوس ولا كلوسي ولا متة ولا لؤة ولا يعقوب هتقرأك أنت أنتم رسالة المسيح الحية لما الناس الخارجية تتعامل معاك وتشوف آيات الله تظهر في تصرفاتك وفي حياتك وفي حبك لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير يروا أعمالك الحسنة هيمجدوا أباك الذي في السموات كيف نتقوى في الرب وكيف نظهر الحب هو شدة القوة ألبسوا خلي بالكم ألبسوا سلاح الله الكامل دي آية 11 بس في آية تانية آية 13 يقولك احملوا سلاح الله الكامل إيه الفرق بالتنين ألبس وحمل ألبس يعني استلم السلاح الكامل طب وحمل يعني استخدم السلاح اللي انت ألبسته أضرب لكم مثل بسيط أيام أنور السادات والقزافي القزافي كان عنده فلوس كتيرة فكان جايب أسلحة كتيرة وكان مالي كل مخازن الجيش بتاعه بالأسلحة وتصور ان كسرة الأسلحة عنده ان يقدر يتطول على مصر ولما تطول على مصر أرنوار السادات دخل ضرب ضربه وأنا حبيت أقدم الولد ده ورجع إزاي ضربه وسلاحه أقل من السلاح اللي عنده القزافي لأن أنور السادات عنده سلاح يعرف يستخدمه القزافي عنده أسلاح محدش عنده يعرف يستخدمه فكلمة إيه لبسه سلاح الله إحنا لما بنتعمد ونخرج من المعمودية ونؤمن وناخد الولادة التانية إحنا لبسنا السلاح بس هل السلاح اللي انت لبسته استخدمته اتعلمت إزاي تستخدمه لو ما اتعلمتش إزاي تستخدمه يبقى هو وقلته بالنسبة ليك واحد خرجت من المعمودية عشت الولادة التانية ولا تخرج من المعمودية واخد الولادة التانية وعايش بالولادة الأولى وعايش بفكر أهل العالم آدي الفرق بين الاتنين